وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعذائها لبلادنا فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأغثر من 12 قرن فضلا عن تاريخها الأمازيغ الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتأ به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ذل التقلبات التي يعرفها العالم ورغم ذلك فالمغرب الحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبقة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي شعبي العزيز يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لأملية عدوانية مقصودة فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليدين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما أن بعض قيادتها لم يستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تسايل التطورات وقد أبانت الشهور الأخيرة أن هذه الدول تأرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة ومهمها التقليدية الأساسية لذلك يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويش سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هبت ووقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر